هاي أصدقائي معكم أخلا أهلا وسهلا فيكم على قناتي وصفتنا لهذا اليوم كتير كتير بسيطة ومغذية وهي عبارة عن عصير طبيعي من أنواع مختلفة من الفواكه الحمضية المقادير كما ترونها أمامكم على الشاشة وهي كاسة من الشوفان كاسة من التوتل الأسود كاسة من الفراولة ملعقة كبيرة من بذور الشيا كاسة من الكرز كاسة من بلوباري طريقة التحضير والعمل قدح من حليب اللوز متوفر في جميع الماركتات نأخذ الخلط أولا نضع حليب اللوز في الخلط بعد ذلك نضع بذور الشيا رقائق الشوفان التوتل الأسود الفراولة الكرز وأخيرا البلوباري الآن نحاول أن ننزج جميع هذه المكونات مع بعض تحضير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نأخذ قدح وبجانبه حبات من التوت الأصوت ثم نسكب العصير 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 لذيذ وصحي ومغذي في نفس الوقت لنا لقاء ثاني انتظروني اشتركوا في القناة 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 المقادير تجدونها في صندوق الوصف ترجمة نانسي قنكو